نشبت أزمة اقتصادية عالمية منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ودفعت الأزمة الاقتصادية العالمية دولا عربية إلى رفع أسعار الطاقة بينما لجأت تركيا أيضا إلى رفع أسعار الوقود البنزين وديزل كما ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ 14 عاما وسجل سعر البنزين ارتفاعا بقيمة 60 سنة مقارنة بميو الماضي لم تكن دول الخليج العربية ببعيدة عن تداعيات أزمة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة عالميا مما دفع بعدة دول إلى رفع أسعار الطاقة وتأتي الإمارات بين الدول العربية التي ارتفعت فيها أسعار البنزين حيث أعلنت في آخر شهر يونيو الماضي الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها في شهر يوليو الجاري إذ قررت لجنة تحديد أسعار الوقود تطبيق زيادة جديدة للشهر الثاني على التوالي وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر الماضي لتصل أسعار البنزين 98 إلى نحو 21.200 دولار ولتر البنزين 91 إلى 21.200 دولار أما في المملكة العربية السعودية فقد أوضحت الشركة المسؤولة عن أسعار البنزين أن الأسعار المحلية لمنتجات الوقود والطاقة قابلة للتغيير وفقاً للتغيرات المتعلقة بعملية التصدير إلى الأسواق العالمية وفي الأردن رفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الثلاثين من يونيو الماضي سعر بنزين أوكتان 95 بمقدار 60 فلساً للتر كما رفعت سعر بنزين أوكتان 90 والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلساً للتر أما المغرب فتعد أكبر الأمثلة على ارتباك أسعار البنزين المحلية في الدول العربية خاصة مع بلوغ أسعار المحروقات هناك مستويات قياسية غير مسبوقة حيث ارتفعت أسعار البنزين بشكل كبير بنهاية شهر يونيو الماضي لتشهد زيادة تاريخية ليصل سعر اللتر إلى 81.10 دولار على الجانب الآخر تشهد تركيا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود البنزين والديزل متخطية حد العشرين ليرة تركية وذلك منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا حيث يباع الديزل بسعر 27.91 من مائة ليرة تركية في إسطنبول و28.2 من مائة ليرة تركية في أنقرة و28.1 من مائة ليرة تركية في إزمير ترجمة نانسي قنقر